مصادر التعلم الوحدة الثانية مصادر التعلم الرقمية الأهمية الخصائص المميزات مصادر التعلم الرقمية يختلف مفهوم مصادر التعلم التقليدية عن الرقمية والتي يمكن تعريفها بأنها الوسائط الرقمية والبيئات الافتراضية والأساليب التعليمية الرقمية والتي تستخدم في توصيل التعلم الإلكتروني وبنائه ودعمه وتوجيهه وإدارته وتقويمه لتحقيق أهداف تعليمية محددة وتحسين جودة الخدمات والعمليات التعليمية ونواتجها كذلك يمكن تعريف مصادر التعلم الرقمية بأنها المصادر الرقمية مثل التطبيقات والبيئات الافتراضية ومواقع الويب وأي مصدر إلكتروني يوفر للمتعلمين فرصة مشاركة المعلومات والبيانات وأنشطة التعلم ويسهم في تحقيق أهداف التعلم